للحديث أكثر عن جماليات اللغة العربية ينضم أمعنا من استوديواتنا في مكة المكرمة الأستاذ علي الزهراني وهو معلم اللغة العربية بمتوسطة الفاتح بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة أهلاً وسهلاً بك أستاذ علي صباح الخير حياك أستاذ عبدالله صباح جميل بجمال لغتنا العربية ووجودك الأجمل الله يسلمك ويجمل أيامك يعني أستاذ علي لما نتحدث عن الجمال كبداية طبعاً ترحيبك الجميل وجمال هذه اللغة اللغة العربية يعني القول بالتأكيد أنه ليست فقط مجرد وسيلة للتواصل لغة إبداعية فيها العديد من الجماليات والعديد أيضاً من الفنون والعبقرية لو تحدثنا عن هذه الجماليات ولكن الحرية في أن تبدأ بأي جمالية تراها أيضاً فيها فضل حياك أستاذ عبدالله حقيقة يعني لغتنا العربية لغة ثارية لغة 500 مليار على كوكب بل الأرض نفخر ونفاخر بها ونباهبها جميع اللغات الأجمل أستاذ عبدالله التفاعل الجميل من المنظمات من الهيئات على مستوى الوطن وعلى المستوى الدولي للإحتفاء باللغة العربية اليوم لغتنا لغة حضارة لغة تواصل نحن نعتز ونوازن بين الاعتزاز والاعتداد باللغة وتعلم اللغات الأخرى نحن لا نعارض أن تكون لغتنا العربية هي اللغة الأم وأن نتعلم اللغات الأخرى اللغة العربية لغة شجاعة لغة حضارية اليوم نجد حتى على مستوى التعليم حراك ثقافي وزارة التعليم تعمم الاحتفاء بهذا اليوم المجامع اللغوية تقيم العديد من الفعاليات تجدها هنا وهناك في مختلف دول العالم هذا دليل على مكانة وقيمة اللغة العربية وما تحويه من جمال وقوة ومكانة نعم فنون اللغة يعني اللغة كانت في السابق أيضا يتم التباهي بفنونها المتعددة إذ ما تحدثنا عن الشعر عن الخطابة وكيف استخدمت أيضا كأدوات لعدة مجالات وأيضا أغراض لو تحدثنا عن هذه الإبداعية في استخدام اللغة وأيضا دمجها مع الفنون وتقديمها للمتلقي بدءا من تاريخ اللغة وصولا إلى الاهتمام بها حتى يومنا هذا نعم منذ القدم واللغة العربية يعني سواء في مجال النثر سواء في مجال الشعر التحضر بقيمتها وبلغتها ولها من يتذوق ما تحويه من أساليب لغوية من تراكيب من معاني ذات قيمة وذات بعد اللغة العربية هي ليست لغة صامتة أو لغة جامدة لغة ذات قيمة وتعددية طوال التاريخ ونحن يعني نعيش مع اللغة العربية في الأدب العربي في ما قدمه لنا الأسلاف وما نستشرفه مع الجيل القادم للحفاظ على هذه الهوية وهذه القيمة وهذه المكان نعم يعني يمكن من الأثر القصص حينما كانت اللغة العربية فيها منافسة لإجادة وأيضا إتقان اللغة سواء ممن كانوا يتقنونها بشكلها العلمي أو حتى يعني ما روية عن البعض لم يتعلم اللغة العربية ولكنه كان يجيدها تلقائيا الحديث أنه لغة لا تقتصر فقط على الحفظ هذه اللغة أيضا من عبقريتها أنها تعتمد على العاقل نعم بعضهم عربي بالسليقة حتى كذلك أستاذ عبدالله ونحن نتحدث في هذا المحور وهذه القيمة ونحن نحتفي حتى باليوم العالمي للغة العربية اليونسكو العام الماضي أدرج الخط العربي ضمن التراث الثقافي غير المادي هذا دليل ماذا؟ دليل قيمة ومكانة اللغة العربية اللغة العربية اليوم يعني تمد جسور التواصل مع العالم أجمع اللغة كما ذكرت لك لغة حضارية لغة ذات بعد قوي طوال تاريخنا ونحن نشاهد هذه اللغة تنشر الإسلام كيف لا وهي اللغة الإسلام ولغة القرآن طيب كيف هي الطريقة الأصح برأيك لتعليم اللغة العربية تحدث عن التعليم المحبب بالنسبة للناس حتى يحبوا هذه اللغة لا يشعرون أنه والله هذه اللغة تحدي علمي وأيضا يدخلون حتى في مسألة عدم الإتقان وأنه والله قد يكون هناك وصمة اجتماعية عليهم وأنهم لا يتقنوا اللغة العربية تحدث أنه يحبون هذه اللغة يتعلمون يخطئون يجدون وبالتالي يصلون إلى مرحلة الضلاعة والإبحار في هذه اللغة نعم جميل أستاذ عبدالله وهذا ملمح جميل نحن حيانا جزء من الخلل نعم حيانا نقدم تنازلات عن اللغة العربية ونتساءل لماذا يعني هناك عدم حب للغة وبالذات نحن في قطاع التعليم يعني نعنى بهذا الجانب يجب أن نقدم اللغة البسيطة كما ذكرت أن نحبب لأبنائنا الطلاب هذه اللغة حتى يعني من خلال التدريب من خلال إظهار مكانة اللغة من خلال أن نجعل هذا الجيل يستشعر قيمة ومكانة اللغة العربية لأنه يمكن البعض خاف يخطأ في اللغة العربية والخطأ جزء من التعلم وحتى يمكن لو شوف مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم الكبير في حال الخطأ النحوية وحتى الإملائي لا بأس أن تخطأ ولا بأس أن تتعلم أيضا هذه اللغة اللغة أبسط من مسألة أنه والله الخطأ فيها قد يعزلك عن التعلم أنت الآن مستبعد من تعلم اللغة العربية جميل نعم العلم التعلم والحلم التحلم واللغة العربية يعني لغة قد يتحاشى البعض كما ذكرت أنت تعلمها من خلال الأخطاء يتحاشى حتى في الجانب سواء اللغوي أو الجانب الكتابي اليوم المفرح سيد عبدالإله أن هناك حراك ثقافي لإعادة اللغة العربية لمكانها الصحيح لظهار قيمتها وهويتها التي نحن جزء ونفتخر ونفاخر بها العالم هذا هو الأهم من تتعلم هذه اللغة بحب كبير لأنها فن كبير أيضا دون الخوف أو من الخطأ لأن الواحد إذا لم يخطأ لن يتعلم بكل تأكيد شكرا جزيلا لك لحضورك لحديثك عن هذا اليوم عن هذه اللغة التي لا يمكن الحديث عنها بهذه المساحة القصيرة أكيد أنها تحتاج إلى ساعات وأيام لحجمها بكل تأكيد وأيضا غنى هذه اللغة بالكثير من الفنون أحسنت صدر بالله شاكر ومقدر لك وللقناة هذه الدعوة الغالية على قلبي وصباحكم جميلة وصباحك كذلك سيد علي الزهران وأنت معلم اللغة العربية بمتوسطة الفتح بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة شكرا لك مجددا ترجمة نانسي قنقر